بعد أن تجمعوا أمام مبنى المؤسسة في كورنيش النهر توجه الميومون في كهرباء لبنان إلى وزارة الطاقة حيث اعتصموا أمامها كافة المناطق بدوائر كهرباء في لبنان لنوصل رسالة لوزير الطاقة لمجلس إدارة كهرباء لبنان لكل المعنيين بالموضوع نحن هذه المذكرة التي رفعت من مجلس إدارة كهرباء لبنان التي وصلت إلى الوزارة هذه مجدرة بحق العمال الميومين وقد دخل وفد منهم للقاء الوزير أرتير ناثاريون وبينما كان الاجتماع منعقدا أقدم عدد من المعتصمين على قطع الطريق أمام الوزارة باتجاه الكارنتينة وبعد تفاوض مع القوى الأمنية أعيد فتحها بالاتجاهين ومع مرور ما يقارب الساعة خرجت اللجنة من اجتماعها مع الوزير لتعلن إخفاقها في التوصل إلى اتفاق معه المذكرة التي مضاها مجلس الإدارة العفن وافقت عليها وزارة الطاقة الأعفن وذهبت إلى مجلس الخدم المدني للأسف الشديد أن معالي وزير الطاقة الحالي يعني غايب عن السمع والقائم بأعمال هذه الوزارة هم مستشاري الوزير السابق جبران باسيل هايده مكيده بعد ذلك توجه الميومون إلى مؤسسة الكهرباء من جديد معلنين الإدراب المفتوح والتصعيد من خلال نصب الخيم في باحة المؤسسة وقاموا بقطع الطريق أمام المبنى بالإطارات من محلة شار الحلو باتجاه الكارنتينا على المسلكين مجلس الخدم المدني من بعد ما معالي وزير الطاقة بلغنا أنه وقع المذكرة وأرسلها إلى مجلس الخدم المدني تواصلنا مع مجلس الخدم المدني وتبين لنا أن المذكرة مراحت عن مجلس الخدم المدني قطع الطريق الذي يعتبر شريانا أساسيا للعاصمة عبر مدخلها الشمالي تسبب بزحمة سير خانقة